جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات رمزت لسمها بالحروف عين ميم صاد من اليمن تقول إذا عمل شخص عملي في عينه وظل ملازما للفراش شهر وبضعة أيام لا يتحرك وممنوع من أشياء كثيرة كما قال له الطبيب ولا زال الشاشة مربوطا على عينه وعندها يترك مرغم الصلاة فكيف يفعل هذا الإنسان في صلاته والجهونة جزاكم الله خيرا لا يجوز له ترك الصلاة لأن الصلاة لا تسقط بحال ما دام عقل الإنسان هابتا ولكنه يصلي على حسب حاله قال صلى الله عليه وسلم للمريض صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة الصلاة لا تسقط عن المريض ولو كان لا يقدر على الحركة فإنه يصلي على حسب حاله ويصلي قائما إن أمكن فإن لم يمكن فإنه يصلي جالسا فإن لم يمكن فإنه يصلي على جنب هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يستطيع الوضوء فإنه يتوضى وإن لم يستطع فإنه يتيمن بالتراب قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فرسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فالمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء يتيمم بالتراب ويصلي ولا يترك الصلاة وهو يقدر على ذلك نعم